لكن قلت لكم انه دي ايام الاهلي وايام الاهلي مش في الكرة بس الحياة فريق الاهلي لكرة السلة عمل بطولة رائعة جدا 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 في رواندا وصل للمباراة النهائية عنده مباراة بطل السنغال ان شاء الله تعالى يوم السبت ظروف تأهل الاهلي وايضا اجواء الفريق واستعداداته للنهاية عشان يرجع بالكاس ان شاء الله معانا على الهاتف منك جالي المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة مساء الخير يا عباش مهندس مساء النور السيد إبراهيم بحاجة الحضرتك كل كده مشاهدين بالقناة النهائية الف الف مبروك الصعود للمباراة النهائية ويا ريت تقول لنا اجواء الفريق واستعداداته للمباراة النهائية ان شاء الله الله يبارك بحضرتك ومبروك الحمد لله لكمه للنادي الاهلي كله فريق يعني دائما حركت فضلت وقلت يعني فترة الحمد لله انا جحت الفرق المختلفة بالنادي الاهلي وثلاث الرياضات الحمد لله يعني سكر الله وان شاء الله تكمل على خير وطبعا منهم فريق الحقيقة عامدين تمين واربعا يعني نجاحات سبيرة جزاً على الصعيد المحلي وان شاء الله رب تختتم بإذن الله على الصعيد القرية ويكون دينا نصيب بطوضة دي بإذن ذا وقومة في أعلى درجة التركيز والحماس والروح انهم يحققوا شيء طيب تاريخهم ولكل جمهورنا دي باس يا رب لاحظنا وجود بعض الجماهير في المباراة اللي فاتت هل في رواندا عدد كافي من الجالية المصرية؟ لا الحقيقة في بعض الجمهور اللي جاي يعني جاي خصيصاً للبطولة يعني الجمهور اللي حاك شوفت أستاذ إبراهيم والجمهور النادي الاهلي اللي كان يترجع على المباراة شافوا بعض الجماهير في النادي الاهلي موجودة هنا جزء منهم عايش هنا من الجالية المصرية هنا وفيه جزء تاتير ومخصوص يعني من القاهرة وفيه كمان يعني جمهور إن شاء الله جاية يعني حتى مش من القاهرة يعني فيه ناس جاية من السعودية ومن الكويت ومن دول أخرى جاية الثانية إن شاء الله إن شاء الله بوقتها بالضبط بالبيئة معنا هنا والدنيا ومنظمة الحمد للده ومشي بشكل طيب فاتحركنا بتوقيتنا هنا ستة ونص اللي هو سبعة ونص بتوقيت نص فكانت المباراة شغالة في نصها قط لكن طبعا الجهاز الفني واللعيبة وأنا برضو استرجت على استرجنا على المباراة شفتين الأولينين لحيطناهم في الوثيل استرجنا عليهم هنا وعبال ما وصلنا تقريبا لحيطنا لجوز الأخير من شوط الرابق هناك يعني يعني خير طبعا إن هو مستر رجوستي بصراحة الرجل يذكر يعني للمهار في الحاجات دي وشجل طول الوقت وهو عنده يعني أكيد رأي كاملة بكل الفرق اللي أخو ده في البطولة ومنهم البريد السنغال يعني طيب سيد محمد إحناين كون إن نحنا نبدأ البطولة مع بطل رواندا ونطلعوا هل ده ساب أي أثار عند الجماهير الرواندية ولا معانا هما لا بالعكس والله ناس هنا شعب راقي جدا هي أولا البلد هنا بحقيقة بلد متحضرة وبلد نظيفة جدا أحيان مع فاكل حركة أسطيبراهيم يعني أنت لفيتس وفريقيا كلها وممكن تكون تطفد أن أنت جيت هنا قبل كده مش عارك يعني بس البلد هنا منظمة وهدي جميلة كمان وشعبها الحقيقة ناس راقية ومحترمة بيقبلونا في كل حتة بمطلع موضوع ده لأ يعني حتى رئيس الدولة كان حضر المباراة الأولانية ويعني الدنيا مش بشكل لطيف وبروح طيبة ومش بشكل مشكلة وفيك كمان يعني قم بقى أنه هو هيحضر المباراة النهائية برضه لكن الدنيا مش بشكل طيب مع نادي الأهلي مش بشكل وعناصر الفريق عندنا الحمد لله ما فيش إصابات ولا حاجة الحمد لله آه الحمد لله ما فيش أي إصابات النهاردة خلصنا كان فيه تمرين يعني النهاردة كان اليوم أولا كان فيه الحمد لله ممكن بدا كده لفينا الدعوة من سفيرة مصدية برواندا السيدة رانيا لبنة يعني حقيقة هي برضه حقيقة مش طايبانة يعني مكتندة جدا لدينا وكل شيء قبل من يجي كمان يعني وفتطمين عيه يوميا فتطلط معناه يوميا فالتفارة المصرية الحقيقة هي مفضور مسترم جدا جدا يعني حابين نشكرهم بشكل قوي ولبينا الدعوة النهاردة وكانت أجواء برضه لطيفة للعيبة لأنه هنا برضه يعرف يعني ما فيش أجواء أو المصرية يعني مع اللعيبة بقى لهم هنا داخل فبرضه حسوا بالأجواء دي نكشور تتفارة كانوا محتاجين شوية أكل مصري برضه كده يضططهم في الدنيا كانت تمشير شكل حلو يعني وبعد كده كان في تدريب بتاعهم حوالي فقاعة كده كان تدريب بتاع النهاردة نفسه لسه مخلطين عشرة عامة دي دي الحمد لله والكل جاهز أجوست بوش أعتقد المباراة اللي فاتت كان عنده ملاحظات كتيرة ويبدو أن الأخطاء الفرردية كانت في الملعب كتيرة هل تمرينة النهاردة كان فيها تركيز على حاجة لا خالص يعني راجل بصراحة يعني بيبقى عامل نظام لكل يوم النهاردة عامل بس كان فيه شوية تشفى كده للعيبة اللي شاركوا في المباراة ومعهم طبعا المدرب الفتنس عندنا المسؤول عن الأحمال وعمل تمرينة خفيفة ما كتشفى قوية زي تمرينة الفتنس عشان طبعا اللي جادل اللي عندهم من قراط وبإذن الله طبعا في التمرين بقى 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 الرئيس إن شاء الله المباراة المباراة الساعة كم يوم السابت بإذن الله بتوقيت رواندا ساعة ترجع بالكاس إن شاء الله يا ربا سيد إبراهيم وإن شاء الله دعوا هاتفوك وإن الله يبقى خدام مستمجح لفريق محترم زي دا إن شاء الله كابتن خطيب طبعا متواصل معاك والله كابتن طبعا دايما يعني في أي بقى ستكون متواصل يعني الحقيقة من قبل من سافر وهو حتى أجرى في السفير سفر المطاقينة وكان حريص أن هو يكلم السفيرة بنفسه ويتصمن على كل الإجراءات قبل ما البعثة توصل ولا بيصمن علينا بشكل دائم وبيتساند البعثة بشكل دائم يعني هو دايما ما تفكرش الأمور اللي زي كده إن شاء الله ترجعوا بألف سلامة وبكاس البطولة بإذن الله باش مهندس الله يتقل لك زبرايم تحياتنا ليك ولكل الأبطال عندك يوصل يوصل شكرا جزيلا للمهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الآلي ورئيس بعثة فريق كرة السلام